نيجيرفان بارزاني بشكل رسمي يصبح رئيسا لكردستان العراق بعد أكثر من سنة ونصف على شغور هذا المنصب منذ انتهاء ولاية رئيسه الأسبق مسعود بارزاني ورفضه الترشح مرة أخرى الوريث الأبرز لعائلة بارزاني سياسيا والمقرب من عمه الذي يفضله على أبنائه يفوز بأصوات أغلبية الحاضرين لجلسة الانتخاب من أعضاء البرلمان حيث تحصل على 68 صوتا من أصل 81 عضوا شارك في الجلسة بعد أن قاطعتها عدد من الأحزاب ولهذه القطيعة أسباب وتداعيات على مستقبل الخارطة السياسية في كردستان العراق لم ينال نيجيرفان رضا وإجماع كل الأطراف أو حتى معظمها الاتحاد الإسلامي حضر جلسة التصويت ولم يصوت حراك الجيل الجديد قاطع الجلسة بشكل كلي الأشد من ذلك غريم حزب بارزاني التقليدي والتاريخي حزب طالباني الاتحاد الوطني الكردستاني قاطع جلسة التصويت معترضا ومنتقدا وأصدر بيانا شديدا لهجة بشأن انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا لكردستان حيث استعرض في البيان الفترة الحرجة التي مر فيها كردستان منذ استفتاء الانفصال وحمل حزب بارزاني مسؤولية تدهور الأوضاع واتهمه بعدم توفير التوازن في السلطات المختلفة وتغييب آلية توزيع مفاصل الحكم واتباع سياسة التهميش والتفرد بالسلطة مرحلة نيجيرفان جاءت في ظروف تختلف عن فترات عمه الذي استطاع أن يرضي منافسه حزب الطالباني بحصص أبقت نار الصراع القديم كامنة في حجر الظروف السياسية رحلة الرئيس الجديد تبدأ على أرض مليئة بالألغام والملفات الشائكة تدعيات مرحلة تنظيم الدولة وتصويت الانفصال الأوضاع في مدينة كاركوك العلاقات المتأزمة مع بغداد وفوق ذلك انقسام واضح للأطراف الكردية على آلية حل تلك المشاكل وهذا كله يضع الملف الكردية في العراق بوجه مدفع قد تطلق قذائفه في أي لحظة